الخبر وهو اللي عادنا، أوكي، بالبداع يا حباي، بقلنا يدلق مار مار وببثل مباشر فتحة مبارحة وبمريحة سترطت لكم يا حباي بتلث أسئلة من الأسئلة اللي سألوها بالبثل مباشر أسئلة عريّة فقاموا متكملوا المقطع هذا يا حباي، برحوا وشوفوا المقطع السابق حطتكم يا بالوصف اللي سترطت لكم بثلث أسئلة كلشنة عريّة ولهم الأسئلة هو شي Abigail رمار، لأنها ردت أن هي معتهم مشكلة ويا يا رمار وأنه هذا حسابه بالإنستجرام وحسابه وبكيف تلغي المتابعة من أي شخص وبس بشي ثاني يا حباب هل هي تكره نور مارو فريقه فيردت أنه هي ما تكره لا نور مارو ولا فريق ولا أي أحد بس بسؤال الثالث يا حباب فهي ردت على الأشخاص اللي تهجموا عليها بسبب أنه هي نزعة الحجاب فصالت تقول أنه هي حرية شخصية وما ما لا مع علاقة المتابين وأنها تحجبت فقط بشهر رمضان ما تحجبت بشكل رسمي فحرني يا حباب رح تأرضكم باقي الأسئلة فهو سؤال اللي هو هل رح تكملي باليوتيوب وشو كنت ناوي ترجعين ورح تكمليين واحدة جقوية الفريق فيردت أنه بالوقت الحالي يا حباب هي ماذا تفكر أنه ترجع لليوتيوب تخلي تركيزها بحسابها بالإنستجرام وباليوتيوب هذه اللقطة أعطتكم إياها شوفوها ماذا ترجع لليوتيوب؟ قايز والله صاح هذا السؤال عميق حاليا ما أدري حاليا أنا إن شاء الله حيكون تركيزي بالإنستجرام يوجد بالأيام الجاية أرجع لليوتيوب بس حاليا تركيزي بالإنستجرام إن شاء الله سأعطتكم شغلات حلوة أنتفعلوا إياكم أعوذكم عن الفترة اللي غبت بيها إن شاء الله بسم الثاني شي يا حباب فسألو هل هي أنت بفكر أنه ترجعين تلبسين الحجاب من جديد بالأيام الجاية؟ فصالت رد عليهم أنه أكيد هنا وإنتوا تتحجب ولكن مو بهذه الفترة ولكن بفترة الجاية ممكن ممكن بالأيام الجاية تتحجبين أكيد إن شاء الله من أكبر أكثر من أعوة أكثر من أصير قد هالمسئولية إن شاء الله أتحجب من أشوف نفسي أن أصيرت قد هاي مسئولية وأقدر أتحجب وأضمن روحي أتحجب حجاب مضبوط وألتزم فذاك الوقت أتحجب أكيد يعني يعني ما بها مجال وثالثة أليا حباب فهم سؤالي قد تقول أنه قمر ما رأى ترفت بي أو كشفت الحقيقة مالتا ولوش سبب خروجها من الفريق أنه واحد من الأسباب طبعاً ما يعرف أنه قمر نوعاً ما تعاني من الدوخة فقر دم ونقص حديد وهذا واحد من أسباب اللي خلالها تترك الفريق لأنه بفرق هيجن تبذل جهد وجهد نوعاً ما خطر عليها انتي لش دائماً الدوخي؟ ها سألت الضغط ضرب لا يشوفوا أنا عندي فقر دم فقر حديد بس فقر دم حادس مو شو ما تشان ومرت أنا هاتوا عن واحد من الأسباب اللي أنا ما قدرت ما قدرت للفريق أنه أستمر أنا كلش يعني من أتعب أو مني يعني أتحرك هواية أجوع أبقى مدة طويلة لدى أشتغل بلا أكل أدوخ تمام؟ مرات توصل يعني أغمى علي وروح للمستشفى يعني منسب نقص الدم فقر الدم والحديد وهي شي يعني لهذا أنا أحاول أنه قدر إمكان ما كلش أشتغل أو ماكوش أفضل جهد أو أبقى فتاة طويلة بلا أكل واني حاليا دا أحكي واني دايخة مغان فليش وطبعا يا حبايب سارتيوب نزلت البث المباشر كامل على قناتها باليوتيوب والجنبي هواية أسئلة عن فريق وليش يتكره نور هواية أسئلة صراحة خطيرة وفضائح نوعا ما تتعلم بالباث فرطتكم الرابط بالوصف أدمن من الكل يروحشوا في الباث نصارتنا بأسئلة كلش نارية وكلش قوية الرابط بالوصف الكل يروحشوا في الباث وطبعا ما قلتكم يا حبايب أنه سارتيوب بس توصل مئة ألف أي لحظة توصل بيئة مئة ألف راح أكشف بيه وجهي بقية شي راح نغتب بيه قمارمار مع حبايب موضوحها أنه المار نزع له سبب الإنستغرام هذا اللي سوري اللي كانت يبارك بيه القمارمار على وصول له سبب الإنستغرام بمليون متابع والشان كاتب عليه قمار ديامر غابي ألف مبروك على مليون متابع وعقبال أكثر فوق أكثر وشان كاتب خط صغير أن هذه الصورة قديمة لأن هواي متابع صار توقعون أنه التقويها بعد ما نزعت الحجاب لكن صار يقول أنه هذه الصورة أساسا هي قبل ما تلبيس الحجاب وبنسبة وقت هو نزع شوية السوريات صاري علم خلالها أنه هو مسافر ولكن ما حدد وين حيسافر بالضبط جار راح ينزل المقطع على اليوتيوب يقول هو وين مسافر راح ينزل المقطع يوم الثاثة راح تكون السوريات تشوفوها وين مسافرين خليها مفاجئة يا جماعة راح ينزل أول فيديو لأ المكان ثكرة يارات ثكرة يارات ثكرة يارات ثكرة يارات واخر شيخ تمبيه نوريح حبايب وهذا الصورة كانت فيه عيدة إشارة كاتبت لأنا معك لأبد اللي هو صار يطلعون إشاعات أنه يمكن تدخل الفريق وتعوض قمر أو يارة فاكتمنا حبايب بالكومنتار شوية توقعتكم لهذا الموضوع وخليني يختم يا حبايب حاليا البيارة اللي كثرت الإشاعات حول انضمامها الفريق ففنب ثكرة نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات وهذا الستوريات كان من داخل بيت مريانا ووضح أنه هي بايت عادها بالبيل يعني أنه هي نايمة عادها بالبيت وبنزل ستوري وياها دي ستحضرون فيلم لأن الآن ستنزلت ستوري الفجر تقول أنه هي إلا الآن مو نايمة ومن وضح أنه علاقة يارامار وهي مريانا كلش قوية وهذا الشي ممكن يخيل أنه مريانا تقنع يارا أنه تنظم الفريق ففنبولي ومن وضعه يا حباب لو لاحظتوا أنه يارامار دائما تسوي فولو الأشخاص وصعاتهم مشكلة لنورمار اللي هي مثل مريانا غريب ومثل أحمد أبو الرب وطبعا لن يعرف ما هي السبب الخلاف اللي بين يارامار ونورمار هو النورمار إلى مريد يبطي يارامار قناتها قناة تبل يوتيوب بها فوق المليون ومريد الرجال هي بعدما طلعت من الفريق وطبعا لتنسون يا حباب أنه سارتيوب نزلت مقطع القناة تبل يوتيوب وهو البث المباشر وهو أشياء مهمة أتمنى من الكل يروح أشوف الرابط بالوصف وصراح حباب هذا المقطع كلش تعبني بشكل مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي أتمنى من الكل يا حباب أن يشترك بالقناة الوصف الأربعمية وخمسية ألف مشترك اليوم حيكون الفرحة صراحة مطبيعية الكل يسوي حسابات ووهمية حساب ثاني يجي يشترك حطر اللايك صراحة تفرحوني كلش وبس جايكو فيزي مقاتل من لك القصص ومع السلامة سابة فاش بلين